تقرير صادم نشره موقع سايد الريبيا الأمريكي أكد أن 99% من الشباب في العراق لهم رغبة بمغادرة البلاد وبأن الألاف من أصحاب الكفاءات رزموا حقائبهم وغادروا فعلا متسببين بمفاقمة مشكلة مزمنة شلت العراق نتيجة هجرة العقول التقرير بينا أن كثيرا من العراقيين غادروا بسبب قلة الوظائف وفرص العمل والتعليم المتدني يضاف لذلك انهيار خدمات أساسية على رأسها الكهرباء في بلد يعد نفطيا بامتياز مشيرا إلى أن 72 ألف طبيب غادروا العراق منذ نيسان عام 2003 التقرير أكد أن هجرة العراقيين زادت وطيرتها بعد عام 2003 بسبب دمار البلاد وحل الجيش والمؤسسات الأمنية وسقوط الملايين في شباك الفقر وبأن الآلاف من العراقين غادروا البلاد ما بين 2003-2006 هربا من تهديدات طائفية على يد ميليشيات مسلحة وفي عام 2018 جاء في تقرير لمنظمة المجلس الأطلسي أن هناك عواقب مباشرة لحالات الهجرة الجماعية للكفاءات والعقول قد ساهم بازدياد معدلات الأمية في البلد يأتي هذا متزامنا مع تقرير آخر لمنظمة اليونسيف أشار إلى وجود 12 مليون شخص أمي في العراق وبحسب المراقبين فإن هجرة العقول في العراق أصبحت ظاهرة مزمنة ونزيفا مستمرا بعد عام 2003 هجرة كانت لأسباب كثيرة كالفشل السياسي والأمني والاقتصادي المتكرر وهيمنة الميليشيات والأحزاب على الدولة فضلا عن استشراء الفساد بكل أنواعه بمفاصل الحكومات المتعاقبة لتمثل هجرة الكفاءات العراقية خسارة لا يمكن تعويضها مهددة بذلك أي فرصة لإصلاح الأوضاع في مستقبل البلاد